مثلا بحال هادو كل فقارات راه نعطيكم هادو كل فقارات بحال هاتشكل مثلا ممكن هادو كل فقارات ممكن هادو كل فقارات أليكس مثلا هدا مثال Go to England last year However تكتاني ولكن Before he مثلا move to England he already finished university studies in Morocco now is in London next year back to Morocco I think that by the end of this year he visit many European countries هادو أمثلة ديال ذاكو الparagraphs اللي كان أعطيكم مثلا في الامتهانات وتيكون فيهم بزاف الأزمنة ديال الأفعال ولا على الأقل الأزمنة اللي قريته كاملين آآ غادي نشوفوا إلا شدرنا هاديك إيز في مثال بحال هاد الفقارة آآ إذن أولا كيما ذي جاكت لكم في حال هادو الفقارات راه كان أعتبروا هي فقارة ولكن كان نخدو احنا كل جملة على حيدة يعني هادو الجملة دائما راه كتبدا من اللولو كتسالي في النقطة كيما تتلاحظوا راه ناكين نقطة إذن هنا سلاة الجملة الحاجة اللولى اللي تنشوفها هي تنقرأ الجملة بزيان وتنشوف واش كينا شي كلمات كتدل على الزمن داخل الجملة احنا راه تنعطيكم يا إما سياق كامل ولا تنعطيكم يعني تنعطيكم الكلمات المفتاح ديال شي زمن داخل الparagraph إذن هنا عندنا last year مثلا اللي كتعني في السنة الماضية إذن أولا لقيت last year اللي كتعني السنة الماضية إذن إلا كنهضر على السنة الماضية السنة الماضية إذن هنا يرا كنهضر غير على simple past يعني على الزمن ديال الماضي البسيط ولكن علاش ما غاديش علاش مثلا ما كنهضرش على الزمن ديال الماضي تم past perfect اللي ديجا شفنا لأنه كنهضر على past perfect فقط طلع عند جوج ديال الأحداث في الجملة يعني جوج ديال الأحداث في الماضي هنا عندنا غير حدث واحد اللي هو go to England last year however before هنا عندنا جوج ديال الأحداث في الماضي كان before هنا خاصة he before he moved to England he already finished university studies in Morocco هنا غادي نستعمل past perfect لأن احنا ما زال كنهضر على simple past يعني كنهضر على الماضي ولكن هنا عندي جوج ديال الأحداث في الماضي عندي هنا هاد الحادث اللي هو move يعني قبل أن ينتقل إلى انجلند هو سبق وأتمم دراسته في المغرب إذن هنا كنهضر على الجوج ديال الأحداث في الماضي كما قلت لكم إلا كان before وكان subject را كنت تعملو simple past والفعل الأخر اللي مع already لأن already كتعني ضيجة إذن هذا هو اللي سبق إذن هذا غادي نديره في past perfect والجملة كتسالي هنا وهنا يعود ثاني كتبدأ جملة أخرى اللي فيها now يعني الآن he in London يعني من اللي كنهضر على now وراه كنهضر على الآن يعني that إذن هنا يا راه غادي نستعمل verb to be في الزمن ديال الحاضر لأنه كان هضر غير على ذا ولكن افتراضا كنه كانت عندي مثلا بlast الآن لي كتعني now كنه كان عندي شيء وقت آخر مثلا last year ولا last week مثلا ولا أي حاجة ديال الماضي راه غادي نستعمل الزمن ديال الماضي ولا عندي شيء كلمة أخرى اللي كتدل على شيء زمن آخر مثلا زمن المستقبل راه هاد الفعل غادي نديره في الزمن ديال المستقبل إذن هذك شيء علاش هاد الفعل خاصة نديره غير في الزمن ديال الماضي وهنايا راه كتسالي الجملة الجملة أخرى مرة أخرى راه كتبدأ من هنيا next year he come back to Morocco وكتسالي الجملة هنيا كالعادة غادي نقرأ الجملة وغادي نشوف الكلمات اللي كتدل على الزمن عندي هنيا next year هاد next year راه من طبيعة الحال راه كتعني السنة المقبلة إذن إلا كنا ندرع على شيء حاجة اللي هي مقبلة يعني جات في المستقبل إذن راه غادي نستعمل الزمن ديال المستقبل هكذا يكتب لكم هنيا السنة next year راه كتعني السنة المقبلة هذك شيء علاش هنيا هذك الفعل خاصة نستعمله في simple future يعني في الزمن ديال المستقبل البسيط وبنسبة الجملة الأخيرة دائما الجملة راه كتبدأ من هنا I think that buy كما قلت لكم إلا عندنا buy وكيتبعها واحد الزمن في المستقبل بحال the end of this year اللي كتعني نهاية هذه السنة وهذاك الفعل راه خاصة نستعمله في future perfect buy راه كتعني في أفق ولا في غضون يعني في أفق نهاية السنة نهاية هذه السنة وهذاك الفعل اللي هو في هذه الحالة visit غادي يكون في future perfect هاكو كنتعمله معا بحال هاتلي paragraph لأنه علاش كنعطيه إحنا paragraph لأنه paragraph تقدر تجمع فيها بزاف ديال الأزمين اللي درستي الميد من قبل وماشي تعطي غير جمال وفاقات إذن هاده هما عذاك شيء لاش هنيا خاصنا نديروا verb to be في simple present ممكن نديروا raise hand ده أنا أعطيكم المايكروفون تجاوبوا على هادي لا الصوت مزيان الصوت مزيان ما كيتقطعش إلي عندك مشكل موكي هادك شيء لاش يعني هاده هو السبب لاش ممكن نديروا raise hand ده أنا أعطيكم المايكروفون أشوفوا هاش تقدروا تجاوبوا على هاد الإكزيغسيس هاده أوكي باظر 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 عندك المايكروفون آله باظر باظر أليكس وانت جاء في أغلاق نعم باظر أو للأفعال شادك بمثلا نقوله يعني لمشيت لهذا الورقة اللي عندكم هنا هاد الورقة اللي كنت صفت لكم وقلبت على فعل Go باش لقى Past Participle ديالو غد يلقى هنا Past Simple ديالو ماشي Past Participle غد يلقى أن Past Form هو ويند إذا هادك شي علاش درنا ويند هنا إذا كن كان تشي فعل أخر هنا رغى نزيده غير ED مثلا كن كان فعل اللي هو بسيط افتراضا أنه كان هنا في عال Travel Travel لكتعني سافرة كن كان هنا travel راه في هذا الحالة هنا غد ندر Traveled يعني سافرة Traveled ED فأخر الكالبة 0k أعتقد أن تشاهد الجبلة الثانية نايمة؟ نايمة، لديك الميكروفون الصوت لا تسمع عشاندك مزيان صوت مزيان هل هي مثل هذه الميكروفة؟ نايمة؟ نايمة؟ هل هي الميكروفة؟ هل هي الميكروفة؟ في الميكروفة، لقد أتكلمها إلى الإنجلاء موسيقى 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 الموسيقى موسيقى موسيقى و لكن هدي كما قلت لكم يعني بش مديروش هاد الخطأ كما قلت لكم هادو جمل يعني هادو جمل راكت ساليهنا يعني هم عنداش جاء علاقة بالجمله الثانية هادو الفيعل عندو علاقة بهاد الفيعل الاخر لي معاه في نفس الجمله أولا كما قلت لكم دائما من اللي تتشوفوا واحد الجملة واحد الفعل معه already لأن already أصلا كتعني سابقا يعني راه هو اللي سبق أصلا يعني منطقيا already راه كتعني سابقا كتعني ضيجة بالفرنسية يعني before he before he moved أصلا هذا الخطأ ما خاصكمش قاعد تديره لأنه قلت لكم دائما إلا عندكم before عندكم subject هذا الفعل خاص يكون منطقيا في simple past يعني قبل أن يذهب أو ينتقل إلى England he وهذا الفعل الآخر he had already finished already finished he had already finished yes had already finished أوكي جيد دائما إلا كتشوف واحد الجملة كان هدروع لها الزمن الماضي واحد الفعل معه already يعني منطقيا هذاكرا غاد يكون في past perfect راشيدة أوراق راشيدة you have the microphone yes hi teacher hi how are you i'm good thanks okay okay you're welcome okay one second one second لأن هذا فيه مشكل oh my gosh واحد دقيقة لأن هذا فيه مشكل okay بدأ فواب oh my gosh anyways okay ممكن تجاوبي دابع now now he is in london yes now he is in london لأنك كنهضر على على دابع يعني كنهضر على شي حاجة اللي كتوقع دابع now he is in london يعني الآن هو في england في london كن كانت بلست هديك now كن كانت شي زمن آخر ولا شي كلمة آخر ديال شي زمن آخر كن درنا هادل فيه الف يعني كن كانت هنا مثلا next the past or the future exactly كن كانت هنا مثلا next year غاد نديرو في future و كن كانت مثلا last year غاد نديرو في past okay good all right good following سيدة M السلام السلام next year who will come back to morocco yes next year he will come back to morocco لأنهنه يكن هضرو غير على next year اللي كتعني في السنة المقبلة يعني simple future فقط ماشي future perfect ولكن simple future okay the last one let me choose somebody else فاطب الزهراء good evening sir hi i think that by the end of this year he will have visited many european countries yes good he will have visited many european countries wow all right good uh so this is هاداك future perfect لأشلي أدنو كن هنا by the end of this year يعني في أفق نهايات هذه السنة هادا هما يعني عامة اشنو كندير فادل يعني باش نقدر نجاوب مزيان على هاتلي paragraph أولا خاصة نعتبر أن كل جملة مستقلة بدتها نقرأ الجملة احنا راه تنعطيكم يعني الكلمات الدلع لكل زمن داخل كل جملة باش تعرفوا انتو ما فاش من زمن غاديتديروا الفعل اللي كاين بين قوسين وهاد الفقرة راه فيها غير الدروس اللي راكم ديجا شفتوا وحتى يعني في الامتحانات البكالوريا راه من اللي غادينشوفوهم غاديتلقى وراه غير الدروس اللي شفتوا هما اللي فيهم المهم هاد الشي اللي هاد غير سؤال بالنسبة اللي طرح هاد السؤال سيمو سيمو بوتشر متمنى أنها تكون هاد الparagraph جاوبت على السؤال ذيالك موسيقى موسيقى